اللي حيتعمل في الفرح. طرق العريس حيطلع من هنا بالمعادل. كم سمار تكاوت في عربية لاربع فرد يبوا على الارض. حسنوا سلامة حيبوا بلاء ابو العلم. تخطفوا المعسوم. ما هيبانش للتاني يوم الصدحة. اي اسئلة? لا يا ربنا اوفا. اعتقد ده هو الحل الوحيد قدام بتسو متسيماني قدام لعبة الاهل ان هي لما تعرف انها هتقابل بالمينك في السيميفاينل من كاس العالم لان دي. هو ده الحل الوحيد ان انت يعني يوم المباراة ان انت لازم تعمل حاجة مختلفة عن باقي الفرق اللي هي بتقابل ان الاختلاف اللي احنا هنعمله او الاختلاف اللي هنعمله او الاختلاف اللي هنعمله بيتسو متسيماني لعبة الاهلي. يعني لما يجي يتفرج على فرقة الباير مفيش حل. مفيش حل لكل الطرق مسدودة. كل الطرق يعني مغلوقة امامنا. يبقى الحل الوحيد ان احنا نعمل ايه? ان احنا نحط مصمارين في بكوتش العربية بتاع فرق باري ميونيخ. ان احنا نخطف عن زفليك. يعني نعمل حاجة مختلفة عن كل الفرق اللي هي بتقابل فرق الباير ميونيخ. فرقة ملاحش حال لدوز وبتفرم اي حد سبعات وثمانيات وستات وخمسات يعني فربنا يوصر ربنا يوصر علينا وعلى لعبة النادي الاهلي ولكن انا كل ساكة كل ساكة في لعبة النادي الاهلي. حلقة النهاردة حلقة النهاردة بقى وهي ما قبل المدعكة وما قبل المفرمة ما بين النادي الاهلي وما بين باري ميونيخ في من كاس العانو اللي الاندية مباراة كلنا يعني مستنيينها كلنا منتظر نادي الاهلي عايزين نشوف هيعمل ايه? ناس يعني يتوقع بقى لا خمسة وستة وسبعة ده البرشلونة ده مش عارفية لا انا بقول كل الكلام ده واللي شاف حلقتي واللي اتفرج عليها في المرة اللي فات قلت الاهلي لو كسب نادي الدحيل القطري تزروا والقي أهلي وهيعمل مبرحل وعلى أل ده اللي احنا يعني احنا متوقعين وده اللي انا بتوقع ان النادي الاهلي يعني الستة وسبعات وتمانيات دي اللي احنا يعني مجالس الادارة اللي هي جث ومسكة النادي الاهلي بد تعمل ملكات ده وللي احتكاك حل ولا احتكاك مع الفرق الاوروبية دي بينضجنا حتى لعبنا بارميونيخ. ويعني فترة في قطر ايام جيلا بوتريكا واتغلبنا اتنين واحد. وعملنا الممبرارة كنا متعدلين بعد ديتها تنين واتسعين. ايامها كان موجود كام موجود الفرانك ريباري. كان موجود برضو نويور مع وطينج مع jeuهيم. ايامها كان موجود كان لعبة كتير جدا موجودة فرقة وال ، ولكن اتغلبنا اتنين واحد وعملنا الممبرارة حالوlo. اتشرفت كل الجيل القديم لادي الاهلي اعتقد النادي القالي العيب الموجودة لازم تعمل كده لازم يعمل كده العب. العب كرة والعب اداء حلو ومتع نفسك ومتع فرقيتك ونتيجة يسيب على ربنا جات جات ما جاتش خلاص. يعني وعطاك ان انت لو عملت كده مش هتتغلب يعني حتى لو فيها زين مش هبقى فيه سكور كبير قوي. لا اعطاك النادي القالي هيقدر ان هو يعمل. طب النادي القالي يعني يلعب ازاي? آآ يلعب الكرة نفتح نيجي من العب اربعة تنين ايه الغيابات اللي موجودة والنادي القالي يلعب قدام برمين غزاي هيه يهجم يدافع يعمل ايه? ده موضوع الحلقة الناده ويلا بينا نروح على تحليل النادي الاهلي وتشوف عايزي يعني نعمل ايه يا طريق لعب ولكن قبل ما خش في الاجواء التحليلية الحلقة لو انت لسه مش مششارك انزل ايه من سبسكرايب في القناة وهم حاجة اللايكات ويلا بينا نروح على مباراة الاهلي وبرمين اخوة ما قبل المضعك كنا نشوف التشكيل بارميرخ في المباراة الاخيرة قبل ما يروح الضحى مع هيرتابلين وقدر انه يكسب واحد سفر كان طريقته كانت عاملة ازاي? انا نفكر بعد كده ونشوف تشكيلها عن كانت عاملة ازاي? هنزف لك المدير الفني بارميرخ لعب بطريق اربعة واحد اربعة واحد لعب في حراس المرمى مانيون نوير لعبه قدامه اتنين كان موجود شورلي كان موجود قلبا كان باكراي بيلعب ببفررت كان باكليفت بيلعب بياه هرناندي زعب بلاعيب في نص الملعب كان اه كيميتش اتنين قدامه كان بيلعب بياه مولر واي جنابري نحة نحة الشمال لعب بكومن ونحة اليمين لعب بساني واسر رايكرز الهدف ليفندوسكي هل التشكيل ده هيختلف عن النادي الاني ما اعتقدش يعني? التشكيل ده هيبقى هو هو بنسبة تسعين في المية الاختلاف الوحيد اللي عند المدير الفني بطريقة اللعب اللي هي موجودة باربعة واحد اربعة واحد اعتقد تشكيل الباير مش هيطلع في حراس المرمى قدامه اتنين سنتر باك هيلعب بشولي وهيلعب بقلبا هيلعب بناحية اليمين بافرد اعتقد انه عايز يستغل كيميتش لو اصلا كان باكرايد في الحتة دي وهيلعب بكيميتش في نص ملعب وبافرد باكرايد ناحية الشمال كان بيلعب ماتش اللي فات بآه النامز اعتقد ماتش ده لا حيلعب بلاعب الفونسو ديفيز اللي هو يعني مالوش حل للراجل بصراحة في الصحة كيف الراجل تقولوه تسعين دقيقة بقرة تجري في ارض الملعب مالوش حل ما بتهمتش آآ حاجة يعني مالوش حل بصراحة الراجل يعني بياكل الاخدر واليابس وحيزعج الجهة دي عند محمد هيني وعرضياته بصراحة بتبقى دواء يعني بتبقى رايحة كل عرضياته حاجة بصراحة يعني النموذج للاعب الفونسو ديفيز هيلعب كامل زي ما نقلت نص مالعب قدامه اتنين مولار اللعب آآ جنابريا ناحية تشملها لعب بكومن ناحية اليمين زي ما قلتها هيلعب دوغلس كوتسا وسرايكر ليفندوفكي ده تشكيل البايرن بنسبة تسعين في المية يعني كل حاجة حيز تولى اولا نقط ضعف مفيش نقط ضعف يعني ده الاسف يعني فرقة الباير فرقة متكاملة يعني من الجون للسترايكرز يعني ان دي احنا اللي بيطلع يحلل يقولك فرقة البايرن لأ فيها آآ خلف المدافعين فيه مش عارف ايه تلعب كاونتر فرقة نموذج للفرقة المتكاملة مفيش اي انا مش لقي اي يعني اي نقط ضعف راجل بطل اوروبا حصل على آآ كاس سوبر الالماني الدوري الماني كاس المانيا آآ لو دخلوا دورة ودية هياخدوها زي ما نقولت سبعات تمانيات ستات فرقة كوية جدا فرقة ما بترحمش اي حد بيقابلها انا انت تتكلم على نقط ضعف لأ يا محد الناس ممكن تقولك لأ يا عم دالبايرن اتغلب من رتبالين اربعة واتغلب مسلا مش عارف منين وطلع من كاس من الفريق من القسمة التانية الحاجات دي بتبقى حاجات فردية بتبقى حاجات يعني مباريات بتبقى يعني ممكن انت تبقى مش في بتاعك ممكن انت تبقى انت مريح بعض اللعيبة آآ ممكن تسمح لك هنزفليك ممكن كان بيعمل كده يريح وبيعمل يجرب الشباب زي ما عمل في الكاس آآ مور ده مقارد تابلين كان مريح لعيبة كتيرة انما الاسكواد الاساسي لما بيلعب بيفرتك وبيدهس اي حد بيلعب قدامه صعب ان انت تعمل معاك اي حاجة فرقة قوية فرقة متكاملة فيش نقاط ضعف نقدر نتكلم عليه كلها النقاط قوة صورة حركة مهارة تمبو عالي حاجة بسم الله ما ان شاء الله زي ما كنت بحلل البايرن في دورة الاوروبا نموذج للفرقة المتكاملة هو المرشح الاول للفوز بكسر من الان دي طب النادي اللي قالي يعلعب ازاي؟ النادي اللي قالي ما اضموش للحل واحد ان هو لازم يأمن طبعا من نص ملعب ولازم يقفل نص ملعب ويقفل الاطراف ويقفل الوينجات ويلعب على مفيش حل كده ان النادي الاهلي لو عايز يعني يهجم وعايز يعني يلعب آآ ويجاري ويعلي التيمبو زي البايرن لا الاهلي يعني حياكل هوا بصراحة اياه فمش عايزين يعني بتسموت ثمانية لتمنى ان هو يعمل كده احنا مش قد البايرن احنا مش قد سرعات البايرن احنا مش قد التيمبو بتاع البايرن فرقة قوة وسرعة ومهارة وحركة فرقة كل حاجة اللي احنا نقدر عليه نحنا نعمله ده اللي احنا اقدر نحن نعمله ان احنا نقفل ملعبنا ونقفل يعني نص ملعبنا ونلعب على بالنسبة يعني نستغل الدربات السابتة نستغل بالكورنرز نشوف تشكيل ناد اقلي ما هو ناد اقلي هيلعب بها بنسبة تسعين في المية بتسموت ثمانية هيلعب تشكيل دقام خمسة وتسعين في المية يعني هيلعب بها تريد اربعة تلاتة تلاتة هيلعب بها حمد شنوفة عارس مرة مرة قدامة اتنين سنتر باك بدر بانو المؤايمن قاشر باك ليفت هيلعب با علم علول باك رايت هيلعب بمحمد هاني ثلاثي في نص ملعب اعتقب بنسبة تسعين في المية هيلعب كده هيلعب با آآ حمدي فاتحي وإليو جونج وأكرم توفي ده ثلاثي قميمة هيلعب با طاهر محمد طاهر وولتر بوليا وحسين الشحاد ده تشكيل نادي الالي بنسبة اربعة تلاتة تلاتة بنسبة تسعين او خمسة تسعين في المية في دماغ بيتسوم السيماني وفي دماغ مات لعبة وكل الجهاز في الننى النادي الالي طب النادي الالي حيلعب اربعة تلاتة تلاتة ليه زي ما قلت زي ما قلت في يعني نحية الشمال في موجود هيبقى موجود في الحيطة دي فلازم اقفل عليك هاليوفي نقفل عليك حنوا فيها وقف علي ما محمد هيني وهيزيد مع الفونسسورين في سنة الشحاد هيرجع معهم فحتصبح الموقف يعني تلاتة على اتنين يعني إلى حد ما يعني هتبقى الجبهة دي مقفولة آآ نحية طبعا زي ما قلت ليه دوجلس كوتسeless آ Excellence هيبقى موجود ن معلول مع اريو جونج هيميل عليه او حمدي فتحي ومع ورجوع طهر محمد طهر في زيادة من بفارد لما بتبقى موجودة اعتقد برضو ثلاثة على اتنين لازم انت تعمل كده اقول ايمن اشرف يعني هيحولوا ان هم يحجموه بحيس ان هم يبقاش يعني يصنع العلعاب اه ليه الجنبري اللي جاي من تحت او مولر اللي هو بينزل من تحت وبيزيد وبيخش جنب ليفندوفسكي بصراحة يعني النادي هجوم من النار بصراحة يعني بصراحة وحتى في هجومهم في ارض الملعب وحتى في انتشارهم يعني كنا بنشوف مانيول نوير بيبقى موجود في الحيطة دي وبيحصل على كل الفرقة يعني اعتقد هو ده الشكل بنسبت يعني اه تسعين او خمسة وتسعين في المية ده اللي احنا هنشوفه بكرة ان النادي الباير هيبقى ضغط على فرقة النادي الاهلي وهبفيه يعني على كل فرقة النادي الاهلي مش هتعرف تتنفس ولا تطلع من نص ملعب على الحل الوحيد زي ما انا قلت لازم نلعب على التاك والهجمات المبارسة دي ان احنا لما نقطع الكرة لازم يصل سرعات من حسين الشحات او طاهر محمد طاهر في خلف الباكات دي وفي ظل يعني هنلعب بقى يعني نومة يعني يكونوا بطاق الى حد ما في الماتش ده ولو ان ما توقعش حاجة زي دي تحصل ولكن هنلعب على الكلام ده هنلعب يمكن يمكن تيجي معنا واعتقد يعني المباراة الصعبة النادي الاهلي مباراة صعبة طبعا جدا النادي الاهلي مباراة مسهلة مباراة بتلاعب بطل اوروبا اسم كبير يعني آآ فخر لنا كلنا كأهلوية احنا نشوف مباراة زي دي احنا استمتع بها زي ما نقول النادي الاهلي مش عايزه خياف يلعب كورته الالحادية اتمنى التوفيق النادي الاهلي اتمنى التوفيق اللي بيتس موسيماني في اختياره التشكيل في اختياره طالقة اللعبة ووراة رخمة عند فليك مدرب ريخم مدرب ريزل هيلعب على النقطة الضعب في النادي الاهلي والجابهات اللي عندنا بزاك جابت محمد يعني هيتعب قوي آآ الفونسو ديفيز اعتقد واجه آآ كومان هيتعبه محمد يعني جدا فمش لازم يساب لوحده لازم باتنين زي ما نقول يعني يرجع حسين الشيحات ويرجع اقرى متوفيق في له الحتة دي ما ان التوفيق النادي الاهلي ده كان تحللنا له مباراة النادي الاهلي ومباراة آآ باير ميونيخ الالماني واستعدادنا له المدعكة القروية لحتى حصل بكرة آآ زي ما نقولت توقعاتنا كلها يعني هي بنسبة يعني سبعين في المية النادي الاهلي طبعا اي حاجة تحصل دي اعتبقى معجزة في كرة القدم من معجزات كرة القدم آآ ونتمنى توفيق نادي الاهلي اتمنى توفيق له كل لعبة النادي الاهلي مش عايزهم يخافهم مش عايزهم يبقى فيه رهبا نلعب كرتنا العدية حيبقى فيه دعم من جمهير نادي الاهلي في المدرجات وان شاء الله ان شاء الله نعمل مش حل نعمل المبارا حلو ونخلي نتيجة دي حاجة بتاعة ربنا كان معاكم احمد السيد مع قناة التي كتاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته